اللي هو مين اكبر قلعة رياضية في مصر تتفكروا مين ايوه صح كل الاجابات اللي انتو اجبتوها صح لان انا متأكد ان كل واحد دلوقتي رد علي الرد اللي على هواه اللي يشفي هواه الكرة ويشفي غليله الكرة ويشفي انتماءه الكرة انس مقرجن هو رد عليها في ثانية وقال لي الزمالك طبعا وانا متأكد انه ملايين الاهلاوي اللي برد عليها انت بتهجس فيها طبعا الاهلي كل واحد يقول اللي هو عاوزه انا شايف الحقيقة انها اخناءة بدون لازمة زي ما انا بقول لكم كده تعبيري للشهير ازمة بدون لازمة انا الحقيقة رغم ان انا اهلاوي وانتو عارفين ان انا اهلاوي بس الحقيقة انا ما اتداقتش لما نادي الزمالك والكابتر حسين لبيب رئيس الزمالك قال ان الزمالك من وجهة نظره اكبر قلعة رياضية في مصر هو حر صحيح هو حر والله انا مش بات تارية هو حر خدوا بالكوا قصة اشتعلت عشان طلعت من الزمالك تعرفين لو الاسبوع اللي فات نادي المحلة طلع كده شعار وقال نادي غزل المحلة اكبر قلعة رياضية في مصر كان حد يتكلم كان حد يتدايق كان حد اعترض ابدا ده كلنا اهلاوية وزملكوية كنا لارم ايوه والله انتو قلعة رياضية فعلا كبيرة وعريقة وتاريخية والاسماعيلي لما يقول احنا مدرسة الكورة واللي اكبر قلعة كوروية في مصر احنا بنقدم احلى كورة حد هيعترض لو نادي امبي قال احنا اعظم نادي يتخلق حد هيكلم بس عشان الزمالك فالتحفيل الاهلاوي الزمالكوي يطنع فورا ويوصل الى مدى وانا بقول لحضراتكم برأيي المتواضعه بعد الحمد لله رب العالمين طالما ان اللي انا بقوله على نفسي ركزوا معايه طالما اللي انا بقوله على نفسي ليس فيه تجاوز في حق احد ليس فيه تحقير من حق احد او ليس فيه اهانة لأحد يبقى انا حر وبرحتي فيه كلام اسهل ولا اسلس من كده عشان بس ما نخشش في خناءة كبيرة طويلة عريضة ونكتشف في الاخر ان احنا مش فيش حاجة نتخلق عليها احنا نتخلق في الملعب اه ونتخلق رياضيا بالتنافس الشريف ونموت بعض عشان نكسب لكن برا الملعب ما كل واحد يعمل له وعاوزه هو الاهلي قبل كده جمهوره لما طلع الشعار الشهير بتاع اعظم نادي في الكون ريا المدريد ادي او مش عارف مين ادي او مين ادي او او من ادي لا ما يقولي عمNT حر ما تقول الاهلي لما طلع الشعار الشهير الصريح بعض الناس اديت لواء الاهلي فوق الجميع اقولك لا الاهلي مش فوق النادي دا الاهلي فوق جميع الاهلوية فوق جميع الاهلوية اللي بيغلبوا مصلحة الاهلي على مصلحتهم فطالما بتدعو لنفسك وتمجد في نفسك وتحفز نفسك وترفع معنويات نفسك وجمهورك دون ان تتجاوز في حق الاخرين انا رأيي انه مفيش مشكلة خالص انا بقولك اهو انا احسن اعلامي في مصر انا حر انا شايف نفسي كده ممكن تقولولي والله انت اسوأ واحد براحتك انا شايف نفسي ما جابتنيش ولادة ما حصلش زي يا نتي يا رب مصر كلها كان كلها تمر امين انا حر يا عم انت ملكه ما كل واحد يا رب كل واحد يسق نفسه ويا رب كل واحد يشوف نفسه احسن واحد ويا رب كل واحد يبقى امكانياته تؤهله فعلا انه يبقى كويس وكفء ورائع خلونا نتنافس في الحاجة اللي بجد خلونا نتخانق على الحاجات اللي بجد لكن تمجيد النفس وتعظيم النفس وتسويق النفس كل واحد حر كل واحد حر طالبة لم تضر انت حر ما لم تضر